أنا بس كنت عايزة أنا دلوقتي نفسي أجيب كلبة لجوزي لأطفالي وكده أطفالي اللي نفتهم في كلبة أنا جوزي بيقول لي مش هينفع مكان الصلاة وكده طيب أنت تسألي هل ده في حرمانية ولا لا هل ده ممكن يحصل منه نجاسة في البيت أو غيره أو الكلام اللي احنا عارفينه ده ده مخز سؤالك خليه أتكمل طيب عندك أي أسئلة تانية لا أنا بس هل سأل على موضوع الكلاب ده علشان أنا أطفالي نفسهم في كلاب جدا وجوزي بيقول لي لأ عشان الصلاة والملايكة ما بتدخلش البيت بسعبه وكده طيب حاضر هنجاوبك حالا شكريك يا فندم شكرا جزيلا ده سؤال متكرر يا مولان احنا بنشكرها على السؤال وعلى التحري قبل البدء في العمل دايما الإنسان يسأل أفعل أو لا أفعل يجوز أو لا يجوز وده شيء طيب من الإنسان اللي بيتحرى أنه يكون في حلال دائم إن شاء الله بنشكرها على السؤال وبنشكر الحوار اللي قائم بينها وبين زوجها حوار بناء حوار لطيف جميل ليس فيه عنف ليس فيه شدة ليس فيه غلظة لا سب ولا شتم ولا يهانة ولا قهر إلى غير ذلك أفضل حاجة إن هي ما حكمتش رأيها وبتسئل آه فإحنا عشان كده بنشير على إن الحوار ده والنقاش اللي هو بغية الوصول للحق والصواب شيء طيب وبعن إن لم نصل فنسأل بنرده لله وللرسول للشرع بتاعنا البداية الكلب ده مخلوق من مخلوقات العز وجل وإحنا عارفين المرأة البغي يعني شو بقى مرأة بغي لما سقط كلب شكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة نعم لكن عشان نربي كلاب يبقى الإسلام وضع شروط كلب حراسة كلب زراعة إلى غير ذلك طيب أنا ما عنديش داعي للحراسة ولا عندي الساقل ولا الحرص ولا غير ذلك يبقى الأفضل البعد عن هذا الأفضل البعد عن هذا الموضوع هي الولاد نفسهم فيه إذا كان الأمر أنا يعني الأول أخذ أقول لهم إنه لا يجوز تربية الكلاب في البيوت بدون ضرورة أو بدون داعي أولا دي القاعدة الأساسية عندي طيب إذا كان هناك ما يكون وممكن يكون صغير صغير وحجمه صغير وليس بالكبير اللي هو والآخره مش كل ما يتمنه المرء يدركه مش كل ما أولادي هيتمنوا حاجة أحققها لهم ولا حتى فيها مخالفة لازم أقنعهم ولازم أجيب لهم بديل وإلى غير ذلك فإذا لم يكن هناك ضرورة لهذا يبقى الأفضل البعد وترك هذا الموضوع ونسيانه هم سؤالين يا مولان هل الكلب ممكن ينجس البيت؟ هنجس البيت هل بيمنع الملايك أو لا؟ هنجس البيت الوجود الكلب النجس فيه هو لعابه أما جسمه فليس بنجس يعني شعر الكلب جسم الكلب لمس هدومي بجسمه ده لا شيء فيه لكن النجاسة في لعاب الكلب ده سواء بقى على ثوبي أو في مكان أو في طبق أو في أيا كان بقى اللعاب هو النجس وده لابد من طهارة المكان أو الثوب اللي هو ولغ فيه الكلب هتفضل رايح جاية